بين التهليل وتكبيرات صلاة العيد وبين القصف والمواجع لا يشبه اليمنيين إلا أعيادهم في بلد أكلته الحرب وتقاسمته الخلافات يبدو العيد بمظاهره التقليدية بمثابة اشتراح لواقعهم المكسور كان الانقسام الذي شهدته المدن اليمنية أبرز تلك المعاول التي هدمت فكرة الاحتفاء بالعيد ومحاولة سرقة الفرحة من كف الحرب هذا هو حال اليمنيين في الداخل غير أن يمني المهجر لا يبتعد حالهم كثيرا عن ذلك لأن العيدة هو الرحمة هو الإلفة إذ يقضي مئات الآلاف من اليمنيين عيدهم بفرحة قليلة وكثيرة من الحنين ولسان حالهم في مواطن غربتهم ما عيد إلا في اليمن ما عيد إلا في اليمن واللا يمين ماهو شعيد ترتد إليهم الأغنية لتذكرهم بأنهم بعيدون عن الأهل والأحبة وبركة اللقاء العيدي قد لا يكون الاختراب للإنسان اليمني وليد لحظة الحرب لكنه بات اليوم قدرا مضافا إليه صعوبة العودة لأرض الوطن خاصة في الأعياد التي كانت مناسبة للقاء الأهل والأحبة الحرب وعدم الأمان وصعوبة توفير الرحلات وغلاؤها عقبات أمام عودة المغترب اليمني خصوصا طلاب المبتعثين وهم كثر تسببت الحرب بحرمانهم من زيارة أهالهم نهيك عمن تمكنوا من مغادرة بلدهم هربا من الحرب ومن لم يتسع لهم اليمن فضاقت عليهم مساحة الفرح والبهجة خارج حدود الوطن وخارج ألفة الإنسان اليمني وتفاصيله العيد في اليمن ليس مناسبة دينية فحسب بل طقوس عائلية عادات وتقاليد وموروث تقافي واجتماعي أيضا في العيد يتذكر اليمنيون بلدهم وأهليهم وطقوس الأعياد في مدنهم وقراهم سواء كانوا لاجئين ومهاجرين أو تجار ورجال أعمال سيمر العيد وستبقى حصرة عالقة على أمل بتحسن وضع البلاد ولم شمل اليمنيين